ونبقى في الزراعة ورغم التوجيهات والمتابعات من مسؤولي الحكومة المحلية لإنجاح موسم تسويق الحنطة يشكو المسويقون بمجمع حبوب سامراء التأخير في تسليم محصولهم بسبب ضعفي بعض الإجراءات وقلة الطاقة التخزينية وطلبوا بحلول تخفف من عباء السوق وتسريع عملية استلام المحاصيل حتى لو تطلب نقل تسويقهم إلى أماكن أخرى خارج صلاح الدين هو الحلول الحقيقة موجودة بس تدري العفوها الروتين والترتيبات هاي ضايق يعني بين الدواء الروتين قوي يعني السيد المحافظ يقدر يحلها بحل بسيط والحل بيد السيد المحافظ حقيقة نحن نطالب سيد المحافظ عندها مخازن إنشائية ممكنها كل سنة يخزن بها هاي طبعاً مو أول سنة عندك مخازن فلكة العلم تابعة الشركة ما بين النهرين فارغة ما بها ممكن يستغلها عندك الساحة العلم ساحة العلم هي مالذرة بها قبان وبها شغلات كاملة تأخذ لها أكثر من 200 ألف طن ساحات وتقدر يذب بها براحتك هاي ساحة هاي الثالثة عندك الحل الثالث الحل الرابع أنه أنا أبوكان ما التجارة تنقل الحنطة للمناطق المستهلكة في بغداد أخوة أنت أنطيني مجال ونقلني للتاجي الخانظاري الخانبني سعد للرصافة ونقل لي وأنا أروح أبوكان ما أنطيني للسائق عطل مليون ونصف مليونياً أخوة أجر ويطلع إحنا بداخل العراق وأشيلها ووديها وبنفس اليوم التسويق لأن أنت محكوم أبو التجارة محكوم لازم ينقل الحنطة أريد سائل سامرة أريد أن يسوينا حل أي سائل يحاولون يفتحون لنا السائل ومال مكشفة يعني شو شون إحنا هالسعب هالحال هاي ش راح نسوي اليوم لنا فوق العشر تيام خمسة عشر يوم مواقفين كل شي مواقف ما جاي نقدر التراب والتعب والضيم وصار أنه هنا فوق العشر تيام سوينا حل سوينا تجارة يعني ما يصير هيت يعني حتى الفلاحة السخطية لعبي طوبة صار العشر تيام باتر لا تخلاله ما يصير هيت وطراب هذا وتعبني وسونا شغلة وسونا ساحات نطالب بالحكومة سونا ساحات سونا شغلات سونا نظام وسونا غرف نقعد بيه ما يصير هيت وعني هستشاب عيني تراب يعني الله وكي لك هسر نقعد لنا بمكان ما نقدر نقعد نحن على الواي سونا صورة تحل إن هذا سونا تقريبا راح ينترس على الواي سونا تبادل سيارات مال الدولة تنقلوا إيانا بس يكونوا بغير قبانات مو يجونوا يضايقونا يعني هس هذا تبهذن نحن بهذن وشوف حالتنا ولاكو غرفة ولاكو زايد ولا ناقص حتى غرفة للسواء قاعدين ماكو وهذا شوفت حالنا شاتنا الوسخ شاتنا الاتراب وفاين حظنا صالة تقريبا ثمانة يام بالساحة واليوم يا الله وصلت السايلو تقريبا طب الفوق المية وخمسين هي شي